مرحباً أنا رابيكا ماكلفن السام أقدم لكم حلقة بيزنس لاين المؤشرة العالمي للأعمال من برج خليفة بدبي أعلى مبنى في العالم مضت أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نتيجة صدمت العالم وأتت خلال ساعات على أكثر من تريليوني يورو في الأسواق العالمية ومعها بدأت مفاوضات الخروج الشاقة موعد خروج المملكة من الاتحاد أجيل مرتين وتسبب باستقالة رئيسي وزراء محافظين وأفقد ثقة المتثمرين بخامس أكبر اقتصاد في العالم كما سنرى في تقريرنا بريطانيا تواجه أزمة في طلاقها من الاتحاد ونوابها يكافحون للتوصل لصفقة حول كيفية الخروج وزمانه حاليا يدور كلام عن الديمقراطية وزعيم الغالبية في مجلس العموم أقول إن لغة جسده طيلة هذا المساء أظهرت ازدراء كبيرا مطلع أيلول سبتمبر دخل تعليق البرلمان حيز التنفيذ هذا القرار الحكومي المثير للجدل اعتبر غير شرعي أحداث تسارعت خلال أسابيع بعد خسارة بوريس جونسون ستة عمليات تصويت حاسمة خلال ستة أيام فقط كما نعلم إنها فوضى عارمة وأعتقد هذا محبط جدا بسبب استقطاب المواقف تصويت الشعب هو الطريقة الوحيدة لإيقافه الانتخابات العامة قد تحسن الأمور من يعلم لا أهمية لعدد الأدوات التي يخترعها هذا البرلمان لتقييد يدي سأظل أحاول سيد الرئيس كي أحصل على اتفاق يخدم المصلحة الوطنية هذا ما سعت إليه رئيسة الوزراء السابقة إنها الخيارات التي يواجهها مجلس العموم لكن النواب رفضوا صفقتها ثلاث مرات على خلفية ما يسمى بشبكة الأمان أليات صممت لحماية اتفاق السلام في إرلندا الشمالية والحفاظ على حدودها المفتوحة في غياب تدابير بديلة متفق عليها بلا شبكة الأمان فهذا يعني لا اتفاق ولن يؤدي سوى لتنديد 14 شهرا إضافيا من عدم اليقين للاقتصاد 14 شهرا آخر من الغموض للشعب شمال وجنوب الحدود هذا ليس خيارا جذابا على الإطلاق جونسون خسر الغالبية البرلمانية بعد طرده أحد نواب حزبه المحافظ في الواقع الحكومة لم تضع إجراءتها في حال عدم الاتفاق معلومات كثيرة انتشرت بين الهيئات الصناعية وكبار المسؤولين الصناعيين وكبار تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد وتقول هذه المعلومات إن سلاسل التوريد لن تكون مجزأة فقط وإنما شبها مشلولة إذا لم نحصل على صفقة شركات كبيرة عديدة تعتمد على السوق الأوروبية الموحدة نقلت قسما من عملياتها إلى البر الأوروبي وخلال الصيف رغم ضبابية البريكسيت استلم العمال البريطانيون زيادة في رواتبهم هي الأكبر خلال عقد كما وصلت نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها في حال البريكسيت الحاد ستتحول بريطانيا العظمى إلى بلد مهمش ستتراجع إلى حد الانكماش الحاد وألمانيا قد تقترب من الانكماش أيضا مع البريكسيت مستقبل بريطانيا يزاد غموضا وقد لا يحصل بوريس جونسون على صفقة تحظى بموافقة البرلمان أما الخبراء فيحذرون من الركود العالمي مصانع الطيران في تنافس مستمر ما يزيد من صعوبة التنافس عالميا بين شركات النقل تحدي تستعد له الخطوط الجوية البريطانية بترحب الخطوط الجوية البريطانية تقدم تجربة سفر جديدة مع طائرتها الجديدة Airbus A53 التي تسير رحلات بين لندن ودبي نحن سعيدون جدا للسماح لنا بالقيام بهذه الرحلة في هذه السوق الهامة لنا لدينا خدمات جديدة Club Suite و World Traveler Plus و World Traveler مع استثمارنا في الطعام وغرفة فريدة للطاقم مضيفية الخطوط الجوية البريطانية وفق الشركة البريطانية هذه الطائرة تقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتزيد من خصوصية المسافرين إنها جزء من برنامج استثماري يتزامن مع المئوية الأولى على تأسيس الشركة رغم أن شركة الطيران البريطانية احتلت الصدارة في تصنيف ذي جوف براندين دايكس للعام 2019 لكنها مرت بأوقات صعبة وتراجعت قيمة أسهمها قرابة 40% منذ مطلع العام الماضي إضراب الطيارين في أيلول سبتمبر أدى لإلغاء 1700 رحلة في مطري هثرو وغاتويك والأمال معلقة على إيرباس 53 أردنا الحصول على الترفيه خلال السفر منذ الصعود إلى الطائرة حتى مغادرتها كل أنواع الذكاء الاصطناعي وما يطلبه الزبائن ما أمناه اليوم من أشياء مميزة هو زيادة الحقائب بنسبة 40% بحيث يمكن للمسافر أن يجلبها معه إلى المقصورة وفي أي مقعد كان من لحظة إطلاع الطائرة وحتى هبوطها إضافة إلى الخصوصية وقدراتنا على تأمينها وفق طلب المسافر في سوق تنافسية على الخطوط الجوية البريطانية أن تعيد النظر ليس في مكانتها فقط وإنما في تقديماتها أيضا إنه سرير عرضه 21 بوصة وطوله 79 مسانده متحركة ويمكن زيادة عرض السرير وفق راحتك المقاعد عريضة يمكن أن تنحني حتى 30 درجة نحن قادرون على التشكيل وفق رغبة كونيفارد كما نحن قادرون على الاستفادة من المساحة في المقصورة من أجل زيادة عدد المقاعد إنها مصنوعة من مواد عالية الجودة وبعناية للتفاصيل هذه هي كل الأشياء التي أردنا إدخالها إلى نادينا الجديد تلاب سوت الاستفادة مما حصلنا عليه هو مفتاح الأعمال خاصة في صناعة تسعى للحصول على ثقة الزبون أعتقد أنه ما زالت لدينا قاعدة عملاء مخلصين جدا وأعتقد أن زبائننا مستمرون بإعطاء الثقة للخطوط الجوية البريطانية ويأتون إلينا لأسباب عديدة إننا نؤمن خدمة فريدة حقا مع نوعية طعام جيدة ونقدم اليوم لهم منتجا جيدا لذا أعتقد أن عملاءنا يأتون إلينا لأسباب متنوعة الفرد يقرر العامل الذي يؤدي لاتخاذهم قرارا ما نريد أن نقدم أسعارا منافسة مع منتج منافس في السوق وهذا ما نعمل عليه مقاربة قد تزيد من أهمية أكثر العلامات التجارية شهرة في بريطانيا هذا كل ما لدينا لليوم في هذا العدد من بيزنس لاين معكم رابيكا مكلافن السم انضموا إلينا الشهر المقبل مع مواضعنا الجديدة حول الأعمال والاستثمار في العالم اشتركوا في القناة